نصلى عن نبي ونبدأ بسم الله بيبدأ المسلسل في قرية غريبة عجيبة اي حد بيدخلها؟ لا مش هنقول بيدخلها اي حد بيهوب ناحيتها كده بس بيلاقي نفسه بيدخلها غصب عنه وكمان ما بيخرجش منها تاني بتاتا وكل الناس اللي شايفينها دي عزيزي عايشين في القرية دي عافية عليهم بقالهم فترة وبنشوف المأمور بايد وهو ماشي بجرس في الشارع عشان يعني يعرف الناس ان الشمس غرب تغيب واني لازم الكل يدخلوا على بيوتهم بسرعة وفعلا الناس كلها كانوا مستعجلين وبيرجعوا بيوتهم والمطعم الوحيد اللي في القرية بيمشي الناس اللي فيه هم كمان قبل ما الشمس تغيب ودي بقى يا عزيزي اسمها سورة وشغلة في المطعم اما دي بقى ميجان بنت لورة وفي العيادة بنشوف راجل عجوز اسمه لو وكان بيلعب مع ابنه كيني وبتيجي كريستي ودي كانت طالبة في كلية الطب قبل ما توصل القرية من يلم بستين نيلة دي ومن ساعتها وهي بقى الدكتورة القرية ومهتمية بكل الناس كويس جدا المهم بويت بيروح يطمن على ابنه من بعيد وده لانه قاعد مع مجموعة ناس في بيت ميسميينه المستعمرة وده يا عزيزي لان العلاقة ما بينه ما بين ابنه مش احسن حاجة وبيشوفه هو داخل البيت مع حبيبته فاطمة وبيتطمن عليه وبيرجع المكان اللي كان قاعد فيه وكان كاتب من بره ستة وتسعين يوم من غير حوادث في الحانة بقى بنشوف فرانكا ابو ميجان وكان ساكرانطينا ومش حاسس بالدنيا وبيفواه صاحبه بيقوله يقوم يرجع بيته بسرعة قبل ما الليل يليل لكن هو يا عزيزي كان في دنيا تانية خالص وما كانش قادر يتحرط والورة كانت واهفة مستنية على الباب وكانت ميجان خايفة انه مايرجعش بس الورة بتزهق وبتدخل وبتهفل عليها هي وبنتها كويس وبتطلع ميجان على وضيتها عشان تنام وفجأة بتسمع صوت حد بيخبط عليها وما فيش ثواني وخبطت تاني ولقت واحدة بتندع عليها باسمها وبتقول لها انها جدتها وعايزة تشوفها ميجان قالت لها انا مش هينفع افتحلك فبتقول لها ما تقلقيش انا مش هقول لها حد وهيبقى سر ما بيننا وميجان يا عزيزي بتصدق الكلام وبتقرب عالشباك وبتفتح الستارة ولما بتشوف الستة العجوزة قالت لها انت مش هبقى جدتي وبتدخل لورة وبتشوفها وبتقول لها انها مش جدتها لكن الستة العجوزة قدرت تضحك على ميجان وتخليها تفتح وهبقى يا عزيزي بتتحول على طول تاني يوم الصبح بيرجع فرانك بيع على بيته وبيلاقي الناس وقفين تحت البيت عنده وبينزل بيد وهو متعصب ومش طيقه وبيقول له لما يكون فيها أولاد في البيت لازم تقفل الشبابيك بماما صمير وبيفضل يزعق فيه وبيلوموا على إهماله وبياخدوا غزبة عنه وبيخليه يشوف منظر مراته وبنته وبنعرف في عزيزي ان اللي بيظهروا بالليل دول وحوش مش بنقدمين وبيحاول يلعبوا في عقول الناس عشان يفتحوا لهم ويدخلوا ويكلوهم وبنعرف كمان ان التعويزة دي بتمنحهم انهم يدخلوا البيت الا لو انت سمحت لهم زي ميجان كده وبياخد بويد التعويزة وبيشيلها في جيبه وعلى الطريق بقى جولي كانت بتلعب مع اخوها إيسان وجم ابوهم وامهم اسمها تابي وبيتفاجئوا ان الطريق مقفول وكان فيه شجرة كبيرة وقع وبينزلوا كلهم من العربية وبيشوفوها لكن فجأة بيلاوا غيربان كتير بيتطرفويهم فبيتخاف تابي وبتقول لجم يمشوا بسرعة وبيرجعوا وبيدخلوا من الطريق الوحيد اللي قدامهم وتابي كانت قلانة وده لانها ما كانتش شايفة الطريق السريع خالص وكمان ما كانش فيه شبكة في تليفونها وبيلاوا نفسهم دخلين على القرية الملعونة وبتشوفهم صراوية قعدة وما كانتش بتتكلم ولما مشوا جوه شوية بيشوفوا أهل القرية وهم في الجنازة وبينزل جم عشان يسألهم على الطريق السريع لكن محدش فيهم كان بيرد عليه وبيروح له بويد وبيقول له امورني فبيسألوا جم على الطريق قال له خليك ماشي كده على طول وهتشوف فبيشكروا جم وبيرجع لعربته تاني وبيطم ان تابي انهم قربوا يوصلوا للطريق السريع وبعد شوية بيلاوا نفسهم في نفس المكان وبيشوفوا صارة وبيقفوا وبيسألوها الطريق السريع لكن صارة ما بتردش عليهم وبتمشي وتابي بتقول له احنا اكيد فوتنا المخرج امشي على مهلك عشان ما انتهشي تاني وفعلا بيمشي على مهله لكن يا عزيزي بيلاقوا نفسهم في نفس المكان برضو تابي هلتنا انا هتجنن بقى ازاي احنا ماشيين في طريق مستقيم من غير ما نروحي من ولا شمال وبينلاقي نفسنا في نفس المكان وبيتعصب جيم وبيلف بسرعة وبيرجع وبويت بيقول لكيني هات السلك ده خلينا رياحهم من اللفه الدوران ده بقى وهم كانوا هاي تجننوا وشوية وبيشوفوا عربية جاية في وشهم وبيهدوا عشان يسألوهم لكن بيدخلوا فيهم وبيعملوا حادثة وبينزل اللي كان سائل عربية وبيشوف عربيتهم مقلوبة وبيفضل ماشي على طول لحد ما بيوصل لبويت وكيني وبيقولهم يساعدوهم بسرعة اما في العربية بقى الجيم كان كويس بس ما كانش عارف يتحرك وتابي كان مهمة عليها والجولي كانت هي كمان كويسة بس هي تعبنى من الخبطة والخضة اللي كانت مأثر عليها اما إسان كانت الحديدة في رجله وكيني بياخد الرجل اللي عمل الحادثة لكريستي عشان تعلقه وبيت بيوصل لمكان الحادثة وبيشوف جايد وهو خارج من العربية اللي دخلت فيهم بس بي لايس أكرانطينا وبيقول كلام صعب الصراحة يتقال فبيرايح دماغه وبيكلبشه في العربية وبيجري بسرعة عشان يتطمن على جيم وعيلته وبيدخل العربية وبيطمنه النتابة عايشة وبياخد جولي وبيطلحها بره العربية وبره بقى بتوصل كريستي مع الأب وكيني وألس ابن بويد وبيطمنه على جايد وبعدها بتنزل كريستي لعيل الجيم وبيبدأوا يخرجوهم من العربية واحدة واحدة وكريستي بتقول لبويد إنها محتاجة وقت يكبر عشان تعالج إسان وده لأنهم مش هيقدروا يخرجوه إلا لما يشيلوا الحديدة لكن للأسف يا عزيزي كانت الشمس قربت تغيب فبيقول لها تقدر تعالجي جول العربية وبيطلع لها التعويزة من جيبه وبيقول لها إنه هيفضل معاها وبتضطر كريستي إنها توافق عشان تنكز إسان وبتدخل العربية وبتقول لجيم يروح يتطمن على مراته ولما بيروح لها بويد بيقول لهم إنهم هيرجعوا للقرية وجيم هيفضل مع إسان عشان يعالجوا جرحه في الأول كلهم رفضوا وكانوا عايزين يفضلوا مع بعض بس لما بويد قالوا إنه مش عايز يدفن أي أطفال تاني بيخاف في الوقت ده كانت صارة مع توبي بتاع الحادثة ومحدش كان يعرف بوجودها مع فالعيادة وبتقرب عليه وبتقول له ما تخافش وفجأة بتغزوا بالمفك وبتسوي فرفر قدامها وجيم بيقنع تابي إنها تروح معاهم هي وجولي وبالرغم إن تابي ما كانتش واسقة فيهم بس بتروح وده لإنه ما كانش في حل تاني وبويد كان متوتر جدا وكان أول مرة يجرب فكرة القعاد في العربية دي وبيدخلوا بيعلق التعويزة وبيحاول يقفل كل المداخل اللي في العربية ولما جيم بسألوا انت بتعمل إيه قالوا إن الغابة دي ما بتبقاش أمان بعد غروب الشمس والباقي كان في العربية وبيجروا بسرعة وما أخدوش بالهم من السلك الشائك اللي بويده كان يحطوا على الأرض والكاوتشات متبوز وكان الليل ليل عليهم وبيقول لهم أليس يجرب سرعة على بيت المستعمرة أما في العربية إيسان بيفوق وفجأة بيفضل يتشنج وبتحاول كريست إنها تساعده لكن فجأة بيسمعوا أسواك كتير مخيفة وبويد بيشوف الوحوش وهم ما بيقربوا على العربية وكان متوتر وخايف جدا بس كان خوفه الأكبر يا عزيزي على إيسان والنوبة اللي عنده وأخيرا اتطمن إنه بقى كويس لكن بيسمعوا صوت واحد برا العربية وكان بيطمن عليهم وبيسألهم هوا أنتوا كويسين ولا إيه جيم افتكر إنهم تبع بويد وقال له إنهم رجعوا يتطمنوا علينا بويد قال له نقاطنا بسكاتك الله يصلح حنا وحالك دول ولا تبع ولا تبع أي حد أساسا جيم قال له يعني مش هتخليهم يدخلوا قال له لا طبعا أنت متعرفش حاجة اللي برا دول مش بنقاد مين وطبعا يا عزيزي جيم مش بالسهل يصدق الكلام ده وكان عايز يفتح لهم بويد منعوا وقال له لو عايز تعيش إنتوا ابنك اسمع الكلام ومتتعبناش معاك وبيبدأ يشرح لجيم الوضع وبيقول له إنهم ما يعرفوش اللي برا دول أساسهم إيه أما بقى الباقي كانوا لسه بيجروا قسط الغابة بس جايد بيقع وبيغم عليه والناس اللي جوه بيت المستعمرة كانوا خايفين يفتحوا وده لأنهم ما كانوش متأكدين هل هم حقيين ولا لا لكن فاطمة قالت لهم إن ألس حبيبها معاهم وبتكرر دون المسؤولة عنهم إنها تفتح الباب بس كانوا خلاص شايفيني الوحوش بتقرب عليهم والغريبة بقى يا عزيزي إنهم ما كانوش بيجروا وكانوا بيمشوا على مهلهم وجولي بيتشوف ولده كان بينده عليها باسمها وبيقول لها أنت مش فاكراني لكن كيني بيمسكها وبيضرب علي نار ودونا أخيرا بتفتح الباب وبيدخله بس كانوا خايفين من الناس الجديدة ودونا بتؤمر ألس إنه يربطهم وتابي وجولي كانوا مرعوبين وما كانوش فاهمين اللي بيحصل ده ودونا بتاخد تابي في قوضة لوحدهم وبتقعد تتكلم معاها وبتقول لها كل اللي انت شايفاهم في البيت دول كانوا زيك كده في الأول أول ما وصلوا هنا وكل اللي أنا أقدروا عيدك بيه إن ما فيش أي حد جوه البيت ده عايزي إزيك إنتي أو بنتك بس في حاجات مهمة عن القرية لازم تعرف فيها فاستهدب اللي بقى كده وتقطعيلي وإدنك عشان تسمع اللي أقولك عليه وجولي بقى يا عزيزي كانت قاعدة لوحدها في المطبخ ولما فيكتور بيدخل عليها بتتخض وبتخاف من تصرفاته وبتدخل فاطمة وبتقول لي فيكتور يسيبها ويطلع بره وبتفكها وبتاخدها على القوضة بتاعتها وبتفرجها على كل رسومات أليس حبيبها وبتخليها كمان تشوف القرية من فوق من مسافة عالية جدا وبتقول لها على الوحوش اللي بتظهر بالليل وفي العربية كانوا قاعدين خايفين من الأصوات اللي بره وجم ما كانش قادر يكتنع عن اللي بره دول وحوش مش بناد مين ولما بيسمعوا صوتهم فوق العربية كيريستي بتخاف وبتتوتر لكن بيد بيحاول يطمنها بالكلام وبيقول لها انهم هينجحوا بس أهم حاجة دلوقتي انها تركز مع إيسان وتعالجه وفعلا بتتشجع وبتكمل شغلها مع إيسان وفي العيادة بقى بنشوف جيني وهي قاعدة مع أبو كيني بس بتعصب عليها وبيقول لها انه عايز ابنه فبتهديه وبتقول له انه زمنه جاي وبتقول له انها هتقوم تتطمن على المريض الجديد في الوقت ده كانت سارة قاعدة بتعايب بسبب اللي عملته لكن الكارسة بقى يا عزيزي انها بتكمل المصيبة وبتبوز وشته بخالص وكأنه يعني الوحوش هم اللي قتلوه وبعدها بتكمل جميلها مع الوحوش وبتفتح لهم باب العيادة وبترجع على بيتها وبعد شوية بيرجع أخوها وبيشوفها وبتعايط وبتقول له انها عملت حاجة وحشة وما تتغفر لهاش وبتقول له ان ما كانش قدامها حل تاني واخوها بيشوف الدم في هدومها وبيتصدم والجيني بتتفاجئ انه توبي ميت على السرير والكارسة بقى لما بتشوف الباب مفتوح وهم كانوا واقفين ومبتسمين ودونها كانت لسه بتتكلم مع تابي وبتقول لها احمد ربنا انك وصلت القرية بالنهار وبتحكي لها على اليوم اللي وصلت فيك قرية وبتقول لها انها كانت مع اختها في العربية وكانوا بالليل وانه اختها شافت واحد واقف في نص الطريق وكان مبتسم ووقتها مسكت البندقية ونزلت تشوفه ودونها كانت اعدى في العربية وشافت اختها وهي بتموت قدامها وبتقول لها انها عمرها ما تنسى صوت سرخة ولا شكلها وهو بقتلها وانها تجمدت في مكانها من الصدمة ولما شافت شخص تاني جاي ناحيتها هربت بسرعة بالعربية وما كانتش عارفة تروح فين ولا تيجي منين وكلهم كانوا منتشرين في القرية لحد ما شافت شجرة في وسط الغابة ودخلت استخبت فيها لحد ما الشمس طلعت وبتعرفها انها في القرية دي بقالها ثلاث سنين وست شهور وسبعتاشر يوم وتابي كانت هتفرقها من كتر التفكير وما كانتش مسدها ان اللي بيحصل ده بجد وجداني وفي العربية بقى عند إيسان بيفوق وبيقول لابونه حلم ببحرة الدموع وانه شاف رسومات كتير على الحيطة وان كلهم كانوا موجودين في الرسومات دي والمكان اللي هو بيقول عليه ده كانت قضية فيكتور وبنعرف كمان انه دايما بيقعد يرسم رسومات غريبة والناس كلها بتخاف من تصرفاته اللي مش طبيعية وبيعد الليل وبيطلعوا كلهم برا وبيشوفوا جولي وتابي وكانوا جايين يتطمنوا عليهم وبعدها بيرجعوا عالقرية وكيني بيلاقي باب العيادة مفتوح والتعويزة وعلى الأرض ولما بيدخلوا جوه بيتفاجئوا ان ابوه وجيني ميتين وبيتصدم كيني وبيفضل لعاية على ابوه وبيطلع وهو متعصب وبيفضل يقطع في الشجر وبويت بيروح له وبيقف يتكلم معاه ولما بيرجع على المكان اللي قاعد فيه بيمسح الرقم اللي مكتوب برا وبيدخل وهو متدايق من اللي بيحصل أما بقى إيسان كان قاعد مع جولي في فيت المستعمرة بس ما كانش مركز خالص مع جولي وبنتفاجئ يا عزيز انه شايف ولد صغير قدامه وبيشاول له عشان ما يقولش لحد انه شايفه وبيفوق جايد وبيفضل ينده على طبي صاحبه وبتدخل على دونة وبتزعق فيه وبتاخده على برا وبتقعد عشان تفاهمه اللي بيحصل وبرده جايد ما كانش مسدق ولا حتى كان مسدق انه طبي صاحبه الوحش اتلته وبيقولهم انهم اكيد بيهزره ولو بيمثلوا فيلم فهم مسلوا كويس جدا وبيقولهم انه هطلع يتمشى ويشوف القارية أمه كيني بقى كانت بتشتغل في المطعم وبتنم فيه في نفس الوقت وبتعايت على موت جزها وبتقول لكيني لو كنت موجود مبارح ما كانتش الوحش اتلته وبتدخل صار عليهم وبتوسيهم وكانت بتتعامل ولا كأنها ملك بريء واستحالة كان حد يفكر انها ممكن تأزي حد وفاطمة كانت طول الوقت بتحاول تطمن جولي بالكلام وكانت بتقرب منها وعايزة تصحبها وبيجمحهم الاب كاتري وبيقولهم ان اي حد جديد بيوصل القرية لازم يختار المكان اللي هيعيش فيه يعني هتعيشوا في فيت المستعمرة ولا جوة المدينة في فيت لوحدكم وبيقولهم انه هياخدهم عشان يفرقهم على البيت لو حبين يعني يعيشوا فيه واخه سارة بيروح لها المطعم وبيسألها ليه روحة الشغل فبتقوله انها لو ما كانتش راحت كانوا هيشكوا هيسألوا عن السبب وبتطمنوا انها كويسة وبتقوله يرجع على شغله في الحزيرة والاب بياخد جيم وتابع على البيت وبيعرفوا منهم لو استقروا عليه لازم يفلوا الشبابيك بمصامير عشان قسان وده لان الوحش بتقدر تخدع الاطفال بسهولة فبتقوله تابي هي ليه الناس بتتعامل طبيعي وكأن الموضوع عادي كده قال لها انهم اخدوا على الوضع وبيطمنها انهم لو مشوا على القوانين مش هيحصل لهم اي حاجة وبياكد عليهم انهم يقفلوا الشبابيك و الابواب ويحطوا التعويزة جنب الباب فبتسألوا على صندوق موجود في نص المدينة قال لها انه ده صندوق العقاب اي حد ما بيلتزمش بالقوانين بيتعاقب انه يقضي ليلى فيه وبيعرفها انهم اول مرة هيستخدموا النهاردة مع فرانكي جوز لورا وبيحكي لهم انه مالتزمش بالقوانين وبسبب اهماله امرطه وبنته ماته وبيدخلوا البيت يتفرجوا عليه وده طبعا يا عزيزي نفس البيت اللي لورا وميجان ماتوا فيه ويتابي لما بتدخل قوضة ميجان وبتشوف المنظر بيتيت راعب وبتطلع من البيت وهي متعصبة وبتقول لجيم انها مش قادرة تتعامل مع اللي بيحصل ده فبيقول لها ان ما فيش اي حل تاني قدامهم قالت له انها مش بيصدق اللي بيحصل ولا كمان واسقة في الناس دي فبيمسك ايديها وبيقول لها انه سمع الوحش بودانه وان محدش قال له وان كل اللي بيحصل ده حقيقي وهم متحصرين فيه وفي بيت المستعمرة بقى قلس بيعمل عكاز لإسان وبتستغرب جول من اللي بيعملوا معاهم وبتسأل فاطمة هو انتو بتعملوا معنا كده ليه وانتو اساسا ما تعرفوناش فاطمة قالت لها طالما دخلتوا القرية دي يبقى انتو بيئتوا مننا اسرة يعني مع بعضينا وجايد المطارتاش ده بقى كان لسه مش مصدق اللي بيحصل وكان مصمم انه هيطلع من القرية اللي كلها مجانين دي فهنسيبه يوجع دماغ كيني بالكلام وانشوف اسان بيلاقي فيكتور عمالي عد في خطوات فبيسأله انت بتعمل ايه قال له ملكش دعوة وابعت بعيد انت القرب منك هيعمل لي مشاكل معدونة وهتخليها تحرمني من الاكل فبيقوله اسان انه بيدور على صاحبه وبيعرفه انه دايما بيشوفه برا البيت لكن ما بيلاهوش جوه خالص اتصدم فيكتور من كلامه وقال له حاجة حلوة لما يكون عندك صحاب وبيقرب عليه وبيقوله انه بيشوف لو الاشجار اتحركت من مكانها وبيقوله لو شفت صاحبك تاني ابقى اقوله فيكتور بيسلم عليك لكن جولي بتخرج وبتشوفه واقف مع فيكتور وبتندح عليه وبتقوله ما يتكلمش معه تاني عشان شكله قصلا سايحة منه على الاخر وجايد بيوصل لابه في الغابة وبيفتحه وبينزل جوه وبيشوف باب صغير مقفول ولما بيفتحه بيتفاجئ بواحد ميت جوه وعلي طوبة بس مش دي المشكلة يا عزيزي المشكلة بقى ان الميت ده اتحرك وسرق في وشه وجايد بيعملها على نفسه وبيقع على الارض وبيشوف علامة غريبة في السقف ولما قامت عدل ملقاش الميت في مكانه وبيفضل يدحك وكان فاكر ان كل ده مقلب اما بقى بويد كان متدايق انه هيدخل فرانك السندوق وبيروح للأب وبيتكلم معاه وبيقوله انه مش قادر يعمل في فرانك كده وهو عارف ان الوحوش هتقتله لكن الاب كان رأيه غير بويد خالص وبيقوله انه لو متعقبش فرانك مش هيقدر يسيطر على باقي الناس واللي هيغلب بعد كده مش هيقدر يعقبه والدنيا هتسيح منه على الاخر وبيقوله انت حذرت فرانك كتير عشان يلتزم وياخد باله من عيلته يعني انت اديته كذا فرصة بويد قاله انا كنت فاكر انك هتشاركني نفس الرأي فبيقوله ما تفتكرش ان الموضوع سهل علي بس انت اللي بنيت السندوق بنفسك وعرفت الناس انه ده العقاب يعني ماينفعش ترجع في كلمك تاني وبيتدايق بويد وبيروحها السندوق وبيفضل قاعد في شوية وضميره كان بيموته وبعدها بيروح لفرانك وبيقوله خد التعويزة دي وهرب من هنا هتلاقي كوخ وراء الاشجار استخبى فيه وبعدها بيروح اجتماع كان الاب عاملوا الاهل القرية وكان عايز الناس الجديدة تختار المكان اللي يعيشوا فيه لكن بويد بيقطع كلامه وبيقول للناس بما انكم كلكم متجمعين كنت عايزة تكلم معاكم بخصوص السندوق لكن بيتفاجأ ان الفرانك جاي وبيديله التعويزة وبيشكره عشان كان عايز يهربه وبيقوله انه غلط ولازم يتعاقب وانه اغلى حاجة في حياته راحت بسبب اهماله وبيعرفوا انه مستعد يقعد في السندوق والناس كلها كانوا زعلانين على فرانك وكانوا متأثرين بكلامه الا المطارة الجايد وكان لسه فاكر ان كل اللي بيحصل ده مش حقيقي وان صاحبه عامل مقلب فيه فبيتعصب عليه بويد وبيروح يجيبه من قفاء وبيقوله انه ارفل لوحد دي والحكاية مش نقصاك الصراحة وبيكبره انه يختارها يعيش فين وبعدها بيروح لعيلة جيم وبيقوله انهم لازم كلهم يكرروا وجيم ومراته وابنه بيختاروا البيت اما جولي بتختار المستعمرة وده لانها كانت متضايقة من جيم وتابي حاول التابي تكنحها انها تروح معاهم لكن جولي كانت مصممة على رأيها وكلي بياخد جايد وبيوري له توبي صاحبه عشان يعني خليه تأكد انه مات وان اللي بيحصل ده حقيقي وجايد بيتصدم لما بيشوفه واخيرا بيقتنع باللي بيحصل حواليه والشمس بدأت تغيب وبيدخله فرانك جوه السندوق وبيد كان حاسس بالزنب وكان مدايق جدا وبعدها كل واحد بيرجع على بيته وبيقفل على نفسه ودونة بتحتفل بجولي كفرد جديد في العيلة وفرانك بيقعد في السندوق يستنى قدره وبيسمع اصوات الوحوش وهم جايين عليه وبكده يا عزيزي يبقى فرانك باي باي كامبوري الصبح بقى جولي بتسحى وبتلاقي فيكتور قاعد بيرسمها وبيديها الرسمة وبيقول لها تحتفظ بيها وما فيش ثواني وبتلاقي ترودي جاية وبتاخد المخدة بتاعتها وبتقول لها انها مخدتها وما بتعرفش يتنم من غيرها اما بويد بيطلع وبيشوف فرانك وهو متاكل وكان حزين جدا على موته وبيحطه في عربية صغيرة وبيغطيه وبيقابل في السكة إيسان وجيم وبيعرفون انهم رايحين يفطروا في المطعم وبويد بيكمل وبيروح للأب وبيديله اللي باقي من فرانك وكان متدايع منه وبيقوله يدفنوا هو في الوقت دا كان جيم وإيسان ووصلوا للمطعم وهناك بيقابلوا صورة وبترحب بإيسان هي وام كيني ولما جيم بيقوم يدخل الحمام فيكتور بيدخل المطعم لإيسان وبيطلع رسمة هو رسمها وبيوريها له وبيسألوا صاحبك اللي بتشوفه هو ده إيسان قال له ايوة فبيقوله ان الشجر تحرك من مكانه واني دي حاجة مش كويسة وبيعرفوا انهم لازم يدوروا على صاحبه ده ضروري لكن جيم بيطلع وبياخد منه الرسمة أما جولي كانت مبسوطة مع فاطمة وخلاص بقى أصحاب وشوية وبتلاقي تابي جاي عليهم فبيتسيب فاطمة وبتروح لها وبتلاقيها جايبالها البلوزة بتاعتها وبتقول لها انها وحشتها قوي وبتكنحها انها تعيش معاها جولي قالت لها انتو دايما محاسسيني اني غابية ومش فاهم حاجة وبتزدمها وبتقول لها انعرفة ان الرحلة اللي كنا طلعينها دي كانت تمهيدة لنا عشان تعرفونا انكم هتنفصلوا وبنفهم من كلامهم اني تابي كان عندها ولد صغير غير إسان وانها من وقتها وهي في مشاكل مع جيم وعشان كده هينفصلوا وبتلوم في تابي عشان تشرفاتها معاهم وبتقول لها توماس مات خلاص انت عندك اتنين تاني غيره فبتعيط تابي وبتقول لها ان الموضوع مش سهل زي ما انت فاكرة فبتدقي جولي أكتر وبتسيبها وبتمشي وبتشوفهم فاطمة وبتروح لتابي وبتخب منها البلوزة في نفس الوقت كان كيني بيحاول يشرح لجايد اللي بيحصل في القرية وبيوريله قريطة وبيقوله ان كل الدبابيس اللي قدامك دي البلاد اللي الناس اللي في القرية جوم منها وانهم كلهم حصل معهم نفس المشكلة شافوا شجرة قفلت طريق ولما جربوا طريق تاني دخلوا القرية تلقائي زينا كده جايد اتعصب وده لانه خلاص صدق الكرسى اللي هو فيها لكن فجأة بيسمع صوت من الراديو وبيستغرب انه شغال لكن كيني بيعرفوا انه مش شغال وانه صعب بيعمل الصدة لوحده فبياخدوا الراديو وبيطلع يجري من المكان ويتابي بترجع البيت وبتشوف جيم قاعد برا وبتقعوا جنبه وبتحكيلوا على اللحظة المعجولة وبيستغل فيكتور انهم قاعدين بيدردشوا وبيخبط على إيسان عشان يطلع له وبيقولوا يرمي العكاس ده عشان يعرف يمشي معاه في الغابة وبيعرفوا انهم لازم يلاقوا صاحبهم اللي بيظهر لهم وبنعرف يا عزيزي ان نفس الولد كان بيظهر لفيكتور وهو صغير والأب بيروح لبيت وهو بيصلح السندوق وبيقولوا انا عارف انك متعصب وزعلان على فرانك بس اللي انت عملته كان القرار الصح انت المسؤول عن كل الناس اللي في القرية زحق فيا وطلع كل غضبك علي بس انت الوحيد اللي عرفت بحكاية التعويز انت اللي حميت اهل القرية من الوحوش الناس محتاجاك ترشادهم بسببك خلتنا نعيش في القرية ثلاث شهور من غير اي حوادث وبيفضل بقى يتكلم معاه ويحمسه بالكلام وبعدها بيسيبه وبيمشي وفيكتور بيشوف الولد في الغابة وبيقول لإسان انهم لازم يمشوا وراءه في الوقت ده بقى كان التابي لحظة ان إسان مش في البيت وبيطلعوا بيشوفوا العكاس وبيفضلوا يدوروا عليه والوقت بيوصل فيكتور للشجرة دي وبيرسم اسمايل على توبة وبيرميها جوه الشجرة وبيتفاجئ إسان ان التوبة رجعت تاني بس المشكلة بقى انك ما تعرفش الشجرة دي ممكن تاخدك على فين وفجأة بيسمع صوت هاوهوا وبيقول لإسان انهم لازم يرجعوا في نفس الوقت تابي وجيم كانوا وقفين قدام كلابة هاوهوا عليهم لكن فيكتور بيروح لهم وبيضرب نار في الهوا والكلاب بتجري وجيم بيتخاني مع فيكتور وبيقول له انه حظروا يبعد عن إسان لكن فيكتور بيسيبهم وبيرجع على قطه وبيفضل يدور في الرسومات بتاعته وبيفتكر زمان لما كان صغير وبنعرف يا عزيزي انه اول واحد وصل القرية في الناس كلها وقاتها شاف الولد وكانت الناس كلها ميتها على الارض والكلب كان واقف فيه هوه وعليه ولما الولد مشي فيكتور راح ورى بسرعة وشافه هو قاعد بيلعب اما فاطمة بقى كانت عاملة الجولي مفاجأة واللي هي ايه عزيزي انها عملت لها سرير في القضاء بتاعتها هي وقالس وبتفرح جولي وبتشكره وبتطلع لها فاطمة البلوزة اللي امها كانت جايبها لها وبتدها لها الناحية التانية كان بويد لسه متدايق وبيقرر ان يسرخ بصوت عالي عشان يطلع الغل اللي جواه وبعدها بيروح يقابل جيم وعيلته في المطعم ولما اسان طلب يدخل الحمام سارة بتاخده وبتدخله هي ولما رجع تاني عالترابيزة سارة بتتعب وبيظهر في عرق ايديها كلام وكان مكتوب انها تقتل اسان وبتتصدم سارة وما بتستحملش وبتقع على الارض وبتتعب وبتفضل تتشنك في نفس اللحظة دي فيكتور كان بيحفر في الارض ودونة بتروح له بتقوله الناس خايفة فبيقولها انه بينجز وقت عشان الناس اللي هتموت وبويد بينقل سارة على المستشفى وكريستي بتقولها انها لازم تفضل تحت الملاحظة فبتقولها سارة انها مش عايزة اخوها يتخل لها وبتطلب منها انها تعرفه انها نايمة وبتفهمها ان اخوها بيخاف عليها جدا ومش عايزها يقلق وفعلا كريستي بتقول لبويد انه يعرف اخوها انها نايمة وكمان بيعرفوا انها هتباد في العيادة مع كريستي بالنسبة الجيم بقى بيدي التابي ويسان اقلام وبيقولهم انهم هيكتبوا كل الاسئلة اللي بتدور في دماغهم على الحيطة وهيحاولوا يوصلوا لحلول وبيبدأوا يكتبوا الاسئلة اللي في دماغهم ولما الليل بيليل سارة بتقول لي كريستي انها مش عارفة تنام فبتقول لها كريستي انها هتقعد معها شوية وبيفضلوا يتكلموا شوية مع بعض وبتسألها سارة وبتقول لها لو حد طلب منك تعملي حاجة والحاجة دي صعبة جدا بس يعني في المقابل انك ترجع البيت كنتي وكل الناس اللي في القرية هتعمليها ولا لا كريستي ردت عليها وقالت لها اه هعملها عادي لما اعمل غلط واحد وصادل نرجع انا وكل الناس بيوتنا تاني وتاني يوم السبح بتطلع سارة وبتلاقي اخوها جاي عليها فبتسلم على كريستي وبتبشي بسرعة وبيسألها اخوها ايه اللي حصل لها طمنته وقالت له انها داخت شوية بس اخوها كان حسس ان في حاجة تانية فبتسيبه سارة وبتروح تزور إيسان وبتاخده عشان يلعبه بره شوية ولما لقيت تابي وقفه ومش عايزة تدخل قالت لها انها هتاخده يشوف الحيوانات اللي أخوها بيربيها فبتقول لها تابي انها هتقول لجيم وهتروح معاهم حاولت تعمل لها اي حوار عشان يبقل وحدهم بس ما عارفتش تابي كانت مصممة وراحت معاهم واخه سارة كان ضميرهم قنبوا على اللي عملته وبيقرر ان يروح للأب ويعترف له وبيقول له انها هي اللي ثابت الباب مفتوح في العيادة وان الوحش توصله معاها وقالولها انها لو عملت كده كلنا هنرجع ببيوتها فبيتصدم الأب وبيقول له انها اكيد هتأذي حد تاني وبيجروا بسرعة عشان يلحقوها وهي في الوقت ده بتتحك على تابي وبتقول لها تدخل تشوف القضة جوة وبتهفل الباب عليها بسرعة وبتقول لها انا بعمل كده عشاننا كلنا وبتطلع لقسان وبتحتزله وكانت مسكة في ايديها مشرط وقبل ما بتقتله بيوصل اخوها وبيلحقها وبتتعصب وغصب عنها بتقتل اخوها وبيوصل الأب وبيتصدم من المنظر والناس كلها بتتلم وبتشوف اخو صارة ميت وجم بيسمع صوت تابي وبيدخل يفتح لها ولما بويت بيوصل الأب بيقول له انها قتلته هيربت وعيلة جم بيرجعوا البيت وكانوا متوترين وبتقوم تابي وبتكتب على الحيطة سؤال واللي كان ايه بقى يا عزيزي هو احنا عايشين بجد ولا موتنا في حدسة العربية تاني يوم جولي بتشوف ورده قدام البيت وبتاخده وبتدخل تحطه في كاس ولما فاطمة سألتها جابته منين قالت لها انها كل يوم بتشوفه برا البيت وبيفتكروا ان في حد معجب وبيفضلوا يضحكوا في الكنيسة بنتفاجئ ان الأب رابط صارة في البدروم وبيوعق جنبها وبيقول لها حكيتي كي يا جناي انتي أخوك يقال لي على الأصوات اللي بتسمعيها احكي لي كده اللي بيحصل معاك واحدة واحدة فبيتقولوا ان الوحوش بتتواصل معاها وانهم عايزين حد يساعدهم عشان يقدر يرجعوا الوطنهم وإحنا كمان عايزين نرجع لبلدنا وانهم هنا من زمان قوي 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 جدا ومستنين الشخص اللي هيقدر يسمعهم ويتواصل معاهم فبيقول لها وانت ايش ضمنك بقى ان كلامك صح قالت له عشان قالولي على حاجات لسا هتحصل زي مثلا العربيتين اللي جموا القرية بدلت قاعدة على الطريق لحد ما فعلا شفت العربيتين وبتقولوا انهم قالولي لو عملت اللي هيقولولي عليه هنرجع كلنا لبيوتنا قال لها وانت لسا مصدقة كلامهم قالت له لا هم وعدوني ان اخوها هيبقى كويس وبتنهار وبتقعد تعاية على اخوها فبيهديها وبيقولها انه محتاج إثبات لو فعلا يعني هم حقيقين وبيتواصلوا معاك وفاجأة بتتعب وبتفضل تعاية وبتقولوا انها عايزة ورقة وقلم بسرعة وبتفضل ترسم وهي مش حاسة بنفسها وفي الآخر بتديل ورقة فيها رسمة وبتقولوا بيقولولك انهم كانوا هنا وشافوك لما وصلت المدينة ودفنت الشنطة وبيتصدم القب وبيتأكد انهم حقيين في الوقت ده كان جم في البيت وبيقول لي تاب ان ما فيش اسلاك جوه الغلف ده ازاي في كهرباء وصلة للأباجرات دي لكن بيتفاجأوا بجيد وهو دخل عليهم وكان ماسك اسلاك وحاجات كتير وبيقولهم انه عنده فكرة ممكن تنجح ويرجعوا بيوتهم وبياخد جم معالي العربية بتاعته وبيلم منها كل الاسلاك والبطارية واي حاجة تنفعهم وتابي بتاخد سندو في حاجات تخص ميجان وبتروح المطعم لأم كيني عشان تدخلهم في المغزن لكن بتتفاجئ باسورة تخص جم جوه المغزن وبتاخدها وبترجع البيت جم بقى كان وصل مع شاية لشجرة عالية والمفروض انهم بيطلعوا عليها يمكن يلقطوا الشبكة وفعلا جم بيطلع فوق لكن بيتفاجئ جايد بدم بينقط عليه ولما بيرفع راسه بيلاقي ناس كتير ميتة وبييجي واحد ميت قبل كده وكان عايز يقتله فبيخاف وبيفضل يجري لحد ما بيقع لكن يا عزيزي بنكتشف انه بيتخيل واني ما فيش اي حاجة حصلت بس جم بقى بيلقت شبكة لكن كانت ضعيفة وبيرجع جايد عالمطعم وبيفضل يرسم في ورق ولما ام كيني بيتشوف الرسمة بتاخدها وبتدخل المغزن وبتطلع له اجنتة مرسوم فيها نفس الرسومات دي بالنسبة الجم بقى بيرجع البيت وبيلاقي تابي في البدروم وكانت عملة عفر في الارض وبتقول له انها هتتجنن وتعرف الكهربا دي جاية منين ما فيش اي اخطوط طاقة والاسلاك كلها جاية من تحت الارض وبتقول له ان ده فاكر الاسورة اللي عملتها لك اول مرة تابنة فيها قال لها ايوة وضعت مني في المستشفى يوم ولادة جولي فبتقول له بص ورق كده ولما بيلف بيشوف الاسورة وبيتصدم وبيقول لها اكيد دي واحدة شباها قالت له لا انا متأكدة انها هي انا اللي عملتها بنفسي حتى بالامرة كان فيها غلطة وبيشوف جم الغلطة وبيتأكد فعلا انها هي بالنسبة للأب بقى كان بيحفر في مكان معين وبيطلع الشنطة اللي دفنها او المواصل للمدينة وبيفتحها وبيشوف ان الرسمة اللي صار على رسمتها نفس الرسمة اللي على قلب الشوكولاتة اللي معاه طب ايه دا بقى وبالليل بيشوف واحد هيمان وبيحب على نفسه هو بيتسحب وبيطلع قطه وبيفتح السطارة وقاتري بيحب واحدة من الوحوش اللي برا اما بقى القب بيروح لبويد وبيقول له انه عايز يتكلم معاه ولما بيدخله جوه بويد بيقول له انه عنده خطة عايز يعملها وبيقول له انه هياخد التعويزة وهيمشي في الغابة يمكن لها اي مخرج وبيقول له ها وانت كنت عايزني في ايه فبيديله لقب الشنطة بتاعته وبيحكيله على اللي حصل وبيقول له انه قبل ما ييجي الكارية دي بيوم واحد قتل شخص وبيحكيله انه قتل الشخص ده لما شافه بيدرب ابنه بطريقة صعبة ووقتها تعصب عليه وقتله من غير ما يحس والشوكولاتة اللي كانت معاه دي كان وقتها عايز يديها الابن الراجل ولما خرج من عنده كان ندمان ومش عارف قتله ازاي ووقتها سمع صوت اول مرة يسمعه والصود ده قال له انه يمشي من طريق قارية وانه اول ما وصل القارية دفن الشنطة في مكان محدش يعرفه بيد قال له انت بتقولي الكلام ده دلوقتي دي ايه فبيقوله ان الوحج بيتوصلوا مع صارة وهم اللي عرفوها بمكان الشنطة وبيعرفوا ان صارة عايشة في فدروم الكنيسة فبيتعصب علي بيد وبيسبتوا بالسلاح لكن الاب بيقوله ان صارة ممكن تسعيدهم لانها الوحيدة اللي بتتوصل مع الوحج دي وبيحكي له على اللي حصل مع صارة كله وبيقوله انه ممكن يروحوا معاه الغابة ويدوروا على المخرج بمساعدة صارة والوحوش فبيفكر بيت في كلامه وبيحس انه كلام منطقي والليل بيليل والكل بيلزم مكانه وفي بيد دونة كانوا عاملين حفلة الفاطمة عشان كملت سنة وسطهم وكانوا كلهم بيحبوا فاطمة جدا وده لانها كانت طيبة مع كل الناس وما بتحبش تزعل حد والمعلم ده بقى بيتسحب على قطه وبيفتح السطارة بس بيلاقي حبيبته زعلانة وبتودعه ولما سألها عن السبب قالت له انها مش هتفضل كده كتير كل يوم بتجيله وهو ما بيرضاش يفتح لها قال لها تبا وعدين اني لما افتح لك هتدخل الوحدي قالت له انت افتح لي وهنقفل ورانا على طول عشان محدش يدخل وفعلا المطارتش الحبيب بيفتح لها الشباك وبعدها بيقفل وراهم وبتقرب عليه وبتقول له اخينا بقينه مع بعض وفاجأة بتتحول وبتخلص عليه ولما خلصت اكل برحتها فتحت الشباك بقى للباقي وتحت فاطمة بتشوف ترودي اعدى زعلانة وبتروح تتكلم معاها وبتديها الجاكت بتاعها اما جيم وتابي كانوا لسه بيحفروا وكانوا مستغربين من عمق الحفرة والاسلاك اللي كانت نزلة فيها وجولي بتخبط على فيكتر وبتقول له انها عايزة تقعد معاه وده لانها كانت متضايقة من فاطمة ولما بتدخل بتلايب يلم في حاجاته وكأنه بيستعد عشان يمشي فبتسأله وانت ليه حفرت الابور اللي برا قال لا مش عايزة تتكلم في الموضوع ده دلوقتي اما بها جايد كان قاعد بيشوف الرمز اللي كان بيرسمه وكان هيتجنن من كتر التفكير وبالصدفة بيكتشف ان فيه ورقتين ملزوين في بعض ولما فكوهم بيلاقي ما بينهم صورة وكان فيها واحد متصور بالاجنتة اللي مع جايد دي وام كيني لما بتشوف الصورة بتشوف فيكتور فيها لما كان صغير في الوقت ده ترودي بتدخل القوضة وبتلاقي واحدة وقفة جوة واول ما بتقرب عليها هب الباب بيت قفل وبتشوف الوحوش وكانوا مبتسمين وبيقرب عليها بودح كاجنان وكده ترودي باي باي كنبوري هي كمان ولما خلصوا عليها بيطلعوا لباقي الناس والناس بتترعب وبتفضل تجري وهي بتصرخ وقالس بيفوم من الغيبوبة اللي كان فيها على صوتهم ولما فيكتور بيسمع صوت السريخ بيقول لجولي ان الحكاية بتبدأ قالت له حكاية ايه وحباب ايه قال لها ما فيش وقت للكلام ده لازم نهرب بسرعة من هنا وبينزل لها حبل من الشباك وبيقول لها تنزل وهو هينزل وراها ولما بينزله فيكتور بيشوف الولد الصغير وهو داخل الغابة وبيقول لجولي تروح معاه لو عايزة تنكز نفسها وفاطمة بتجري على برة وبتسأل الناس على آلس وبتعرف انه لسه جوه البيت فبتقول لدونا تاخد اكبر عدد من الناس وتنكزهم بسرعة وفعلا دونا بتركبهم عربيتها اما آلس بينزل على مهله عالسلم وهو خايف وبيتأكد ان الوحوش دخلوا البيت ولما بيدخل يتطمن على فاطمة حبيبته بيلايها وقع على الارض ميتة وبيروح عليها وهو بيعايته مصدوم لكن بيعرف انها مش فاطمة ولما بيدخل عليه الوحش بيضطر ينط بسرعة من الشباك وبتروح له فاطمة وبتقومه من على الارض بس بتلاقي الوحوش في كل مكان فبتضطر انها تدخل البيت تاني وبتغفل الباب الخارجي وكمان الداخلي اللي جوه وبيعودوا في المكان تحت التعويزة اما جولي بتوصل للشجرة مع فيكتور وبيفضل يكنحها انها تدخل جوه الشجرة وبيقول لها ان دي الطريقة الوحيدة اللي هتحميها من الوحوش وفعلا بتدخل جوه الشجرة وبتلاقي نفسها جوه بضروم وما تعرفش هي فين بالزبط في الوقت ده كان بيد قعد بيتكلم مع الاب وبيسمعوا صوت عربية برا البيت وبيعرفوا ان دول الناس مش وحوش ولما بيطلعوا برا بيتفاجئوا بدونه والناس وبيعرفوهم ان الوحوش دخلوا البيت وبيجروا بسرعة على جوه ولما الاب بيجي يدخل البيت بيلاه حد بينده عليه ولما لف الوحش بيزرفوا على وشه فبياخدوا بويد بسرعة على جوه بس للأسف كان الجرح في مكان صعب وما بيكملش وبيموت على طول والصبح بويد كان متضايق على موته وبيفضل يلم في حاجاته وكين بيدخلوا وبيعرفوا انه صبت الدنيا مع سكان القرية وانه يعني وزع الناس اللي كانوا في بيت دونة على بيوت القرية وبيقولوا ان السكان كلهم خايفين لازم تطلعوا تتكلم معهم عشان تطمنهم بويد قالوا تكلم معهم انت انا عندي مشوار ولازم اعمله كيني اتدايق وقالوا ان الناس محتاجاك انت مش محتاجان انا بويد قالوا على الخطة اللي عايز يعملها وبيعرفوا انه لازم يعملها في اسرع وقت عشان ينقذ بقى الناس وبيفتكر اليوم اللي جي في القرية دي وكان وقتها مع مراته ابي وابنه الاس وكانوا مبسوطين جدا وطلعين يقضى اجازة سعيدة وابي والس بيفجقوا وبيعرفوا انهم اشتروا له ياخد بمناسبة يعني انه تلع المعاش وبيفرح بويد جدا بالهدية بس هي معروفة مفيش حد بيفرح قوي غير لما بيزعل قوي جدا خالص وبيشوفوا الشجرة سد عليهم الطريق وبيرجعوا عشان يشوفوا طريق تاني وطبعا بيدخلوا القرية الملعونة ووقتها كانت فاضية ومفهاش اي حد وبيزهر لهم الاب وبيقولهم انا عارف ان اللي هقولوا ده كلام صعب يتصدق بس انتو لو منزلتوش وجيتوا معايا دلوقتي هتموتوا ابي طلعت المسدس وكانت خايفة منه قال لها كويس انكم معاكم سلاح برضو خلي بقى متوجه ناحيتي كده طول الوقت بس لازم تدخلوا معايا وما تخرجوش لحد ما الشمس تطلع وبيسمعوا اصوات كتير مخيفة وبيخافوا وبينزلوا يدخلوا معاه وبيلاقوا جوه دونة وقاموا واحد تاني وكانوا مرعوبين من الاصوات اللي بيسمعوها فبيقولهم الاب انا عارف انكم عايزين تفهموا اللي بيحصل اول ما الشمس تطلع هفهمكم كل حاجة وفعلا بيقدوا الليل معاهم والصبح بيخرجوا من القبو اللي كانوا فيه وبيتسدموا لما بيشوفوا ناس كتير من التكلين على الارض وبياخدهم الاب على المطعم وبيبدأ بقى يشرح لهم وضع القرية واللي هيحصل وما حدش كان قادر يعرف الوحوج دول جايين منين ولا ليه ومن وقتها بقى يا عزيزي وبويد بقى مسؤول عن القرية وكانوا وقتها بيستخبوا في قبو تحت الارض وكان كل يوم بيكتشف في القرية حاجة جديدة وقالز بيلاحظ على ابي انها طول الوقت سرحانة وما كانتش مركزة معاهم وبيروح لابوه وبيقوله ان يروح يتكلم معاه لكن وقتها بويد كان لقى معزة في الغابة وكان مستغرب انها عايشة والوحوش مأكلهاش فبيقول لألس انه مش فضي دلوقتي وانه لما يرجع بالليل هيبقى يتكلم معاها وبيكرر ان يدخل الغابة عشان يدور على حيوانات تانية ولما بيدخل بيشوف كلب اقصاده ولما جري منه جري بسرعة وراءه وكان عايز يمسكه لكن الوقتي بيسرح منه والليل بيلايل عليه وبيلاقي الوحوش بدأت تظهر فبيدخل يستخبه في كهف صغير وهناك بيكتشف ان الوحوش ما بيدخلوش الكهف ده وبيشوف تعويز جوه الكهف وبيعرف انهم ما بيدخلوش جوه بسبب التعويز دي الصبح بيرجع للقرية عشان يعرف الناس بالتعويز لكن بيتصدم لما بيلاقي ابي بتقتل في الناس وبيسمحها وهي بتقول لدونا احنا كلنا في حلم ولازم نفوق منه وعشان نفوق لازم نموت في الحلم حاول بويد يعديها بالكلام بتقول له انت ازاي عايش وانت قضيت الليل كله برا لابه لكن بتلاقي الاس جاي بيجري وهو بيندح عليها وكانت عايزة تقتله هو كمان عشان يعني فوق من الحلم ومن غير تفكير بويد بيضربها طلقتين عشان ينكز ابنه وبالرغم انه هو انقذه يا عزيزي بس الاس من وقتها وهو مش قادر يسمح ابوه على موت امه وعشان كده عايش بعيد عنه والعلاقة ما بينهم مش تمام المهم في الوقت الحالي بقى بيروح بويد لصارة وبيقودها معها على الغابة وبيقول لها نسايبك عايشة عشان الاب قال انك ممكن تساعدين لكن لو اكتشفت حاجة غير كده هقتلك بسبب اللي عملتيه فبتعايت وبتقول له انها مش وحش وبتسأله على الاب كاتري قال لها انه مات وهو بيحاول ينكز الناس من الوحوش اما بقى جايد بيعرف من الناس اللي كانوا في بيدونا ان فيكتور هرب ناحية الغابة مع جولي وبيقرر ان يروح لجولي ويسألها عن فيكتور وجولي كانت اهدا مع اهلها وبتحكي لهم على اللي حصل وبتعرفهم ان فيكتور دخلها في الشجرة ولايت نفسها في بادرون بيت من بيوت القارية وكانت مش مصدقة اللي حصل معاها وهم كمان ما كانوش قادرين يفهموا حكاية الشجرة دي فبيقول لهم إيسان ان فيكتور قالوا ان الشجرة دي زي بوابة بس مشكلتها انك ما تعرفش هتوديك على فين وبتنهار جولي وكانت خايفة من اللي بيحصل معاهم وفجأة بيلاء وجايد داخل عليهم وبيسأل جولي على فيكتور فبيتعصب جيم وبيطلعوا بره البيت وبيقولوا انت مش من العلع عشان كل شوية تنطلنا زي الفرق علوس كده قالوا انا شفت فيكتور في صورة وعايز اسأله على حاجة انا متأكد انه يعرف حاجات احنا ما نعرفهاش جيم قالوا انت واحد مطرتش ومش عارف انت عايز ايه مرمطني معاك وخلت نطلع فوق الشجر عشان نلقى تشارة وانت هربت زي المجنون وما استنتش تشوف نتيجة التجربة اللي عملتها حتى وبيعرفوا ان التجربة ناجحت والجهاز لقت اشارة بس كانت ضعيفة وبيقولوا انهم لو رفعوا المكان اعلى ممكن الاشارة تبقى قوية وبيكرروا انهم يروحوا الاعلى مكان في القرية واللي هو يا عزيزي بالدونة وبيقولوا لها على الخطة بتاعتهم وبيعرفها جيم انه عايز يبني فوق بيتها برج اشارة يمكن يعني الشبكة تكون قوية وطبعا دونة بتوافق على الخطة اما بقى جولي كانت لسه مصدومة وبتدخل لها تابي عشان تتكلم معها والكلام بيجيب بعضه وبتعترف لها تابي انها كانت تتنفصل عن جيم بسبب يعني موت توماس ابنها وبتقول لها ان بعد موته في حاجات القصر الجواها ومش قادرة تكمل مع جيم عشان يعتبر هو السبب في موته وبتحكي لها انها كانت سايبة توماس مع جيم وكانوا بيغيروا له البامبرز ولما راحت عشان تجيب له واحد جديد التليفون بيرن فسابوا جيمه وراح يرد على التليفون ولما رجعت لقيت توماس واعي على الارض وميت فبتعايت جولي وبتتعاطف مع امها وبتلمها انها خبت عليها اللي حصل في الوقت دا كان بيجيب ساب صارف كوخ جوه الغابة وبعدها رجع القرية ولقى ام كيني بتتخنق مع الناس وما كانتش عايزة تدخلهم المطعم وبيشتكوا البويد ان ام كيني بتأكل الناس اللي جون من بيت دونا من الاكل بتاعهم وان كده الاكل بتاعنا هيخلص فبيهديهم بويد وبيقولهم انه هيلاقي حل للموضوع دا ولما بيدخل على مكانه بيشوف كيني وبيقوله انه غاية رأيه وانه مش هيمشي ويسيب الناس خايفة كده كيني قاله ما ينفعش الكلام دا احنا خسرنا 14 شخص مبارع انت لازم تكمل خطتك وتشوف لنا حل نخرج بيه من هنا وبتدخل لدونا عليهم وبتسمع كيني وهو بيتكلم معاه وبيقوله انه في حاجات كتير في الغابة هما ما يعرفوش حاجة عنها وانه لازم يكمل خطته عشان ينكز الناس وبيفرح بويد انه كيني بقى جريء وما بقاش يخف يتكلم زي الاول وبيكرر انه يكمل الخطة بتاعته بس قبل ما بيمشي بيروح لابنه الاس عشان يودعه وبيقوله انا رايح ومش عارف راجع تاني ولا لا وبيعرفه بالخطة اللي عايز يعملها يمكن ينكز الناس لكن الاس ما كانش قادر يسامحه وكان بيتكلم معاه من تحت الدرس ولما خرق بويد من عنده بيودع الدناو بيمشي وفاطمة بتقول لقاليس بطل جحتان يا اخي بقى في الاول وفي الاخر هو بيحبك وكان عايز ينكزك من امك وبتفضل تحنن قلبه على بويد وبتخليه روحي لحاو قبل ما يمشي وبيقوله انه كان ممكن يموت هو وفاطمة مبارح لما الوحوش دخلوا بيت المستعمرة لكن بسبب التعويزة اللي انت لقيتها الوحوش خافت تدخل وقدرنا نعيش وبيقوله انه موت امه وما كانش غلطته وبيعتزله على كل الفترة اللي فاتت فبيتأثر بويد وبياخده في حضنه لكن آليس بيشوف صرف الكوخ فبيتدايق وبيقوله بتعملي هنا دي بويد قاله انه محتاجها معاه في الخطة بتاعته وبيعرفه انه هيبقى يفاهمه كل حاجة لما يرجع وبيأكد عليه انه ما يجيبش سيرة لأي حد وفي الكارية كيني كان مجمع الناس وبيحاول ان يطمنهم بالكلام ويدونها بتقول للناس على خطة جيم موجايد وبتقولهم انهم لازم يتعاونوا يبقوا ايدوا واحدة عشان يقدروا يخرجوا من الكارية ملعون الهباب دي وبويد بيستعد هو وصارة للمغامرة بتاعتهم وبيوصلوا عند الكهف اللي استخبى فيه ولا تعويز وبيفضل يعمل علامات في الشجر عشان يعرف الاماكن اللي كان فيها وفي الطريق بيسأل صارة ليسا داعت الوحوش وكانت هتأتي الاسان اتعصبت وقالت له انت ما تعرفش حاجة هم قالول ان العربيتين هيوصلوا قبل ما يوصلوا وقالوا لان اقتل ايسان وقال لاخويها يموت وبطعايته بتقولوا لي ما حطتنيش في الصندوق فبيتأثر بويد وبيفتكن نفسه لما قتل مراته وبيقول لها ان القرية دي بتقلب احوال الناس وبتخليهم يعملوا حاجات غصبة عنهم وبيفك ايديها وبتمشي معاه في القرية بقى كانت دونة بتدخل الناس اللي كانوا عايشين معاها للمكان اللي بويد كان عايش فيه وبتكتب على اللوحة المتعلقة رقم واحد وده معنا ان فاتت ليلة واحدة من غير اي حوادث وتابي كانت في البدروم وبتسمع صوت عياط ابنها توماس وكمان صوت رنت التليفون فبتخاف وبتندع على جم جوزها لكن بتتفاجئ يا عزيزي انه متعلق قدامها وفاجأة بتفتكر الحادثة اللي عملوها وبتفوق من نوم وبتطلع يا عزيزي انها بتحلم نصين احنا وفي نفس اللحظة بتقوم دونة على صوت صريخ وبتتفاجئ ان اريك خلص على نفسه وده واحد من الجماعة بتاعتها وبتاخد الصدمة بجد وبتتوتر جدا اما بها يسان كان بيتفرج على كل رسومات فيكتور وبيقول ان الرسومات دي عبارة عن قصة ولازم يرتبوها عشان يعرفوا هيعملوا ايه تابي قالتلو سيبك يا عم من الرسومات دي دلوقتي احنا هنلعب لعبة سوا هسألكم سؤال وردوا علي وبتقول لهم ايه اول حاجة هتعملوها لما نرجع بيتنا وبتقول انها هتبدأ هي بالاجابة بتاعتها وبتعرفهم انها اول حاجة هتعملها لما ترجع هتروح على مطعمها المفضل وهتطلب محشي بقى وبشامل وكل الاكل اللي اتحرمت منه ولما بتسأل جولي قالت لها انها هتتصل بصحابها عشان تشوفهم ولما جيت دور بتاع عسان قال لما نرجع البيت هتمنى اننا نفضل مع بعض كده مبسوطين زي ما احنا هنا لما كنا في البيت ما كناش بنقعد مع بعض ولا حتى كنا بنتكلم لكن هنا احنا بنتشارك في كل حاجة وتابي وشولي بيتأثروا بكلامه اما بقى جيم كان مع جايد وكانوا حاطين كل البطاريات اللي لموها من العربيات اللي في القارية بس ما كانوش عارفين يشحنوها ازاي ولما جيم قالوا نرجع ونشحنهم في العربيات قالوا انهم كده هيحرقوا بنزين على الفاضي وبيفضلوا يفكروا في حل تاني لكن جايد بيسيب جيم وبيمشي وبعد شوية دونة بتنزل وهي متعصبة وبتفضل تكسر في خشب الارض وده لانها كانت خلاص يقسيت وجبت اخرها فهنسيبها تهدى كده مع نفسها وتشرب لها اتنين لمون ازايز كتير وبيستغرب بويد لما بيشوف ورقة جوه كل ازازة فيهم ولما قال لي صار انه هينزل واحدة فيهم صار بتتعب وبتفضل تسرخ وبتقوله انها سمع صوت فودانها وفاجأة بتقع على الارض في الوقت ده كان جايد واقف بيصدع ام كيني بالكلام لحد ما الست زهقت منه وقالت له يااخي بطررت بقى وقرفتاني انت عايز كهربا اهيك كهربا وبتفتح له نجفة المطبخ ووقتها بتيجي فكرة حلوة جايد وكالعادة بيجري على بيت جيم وبيدخل من غير اهم ولا سلام عليكم وبيقولهم اني جايل لهم بفكرة عبقرية وبيمسك الابجورة وبيفتح اللمبة وبيقولهم ايه دي يا متعلمين يا بتوع المدارس اهي الكهربا اللي احنا عايزينها ومش مهم المصدر اللي جاية منه دلوقتي المهم اننا نقدر نستخدمها لبرج الاشارة زي ما احنا عايزين وبيمسك الاستشوار وبيحط السلكتين جوه دوايا اللمبة ولما ركب اللمبة تاني اشتغلت عادي وكلهم بيفرحوا بدماغه وتفكيره وبيقولهم كل اللي عايزينه دلوقتي انينا نجمع اسلك كتير عشان نوصلهم باللومة دي اللي في البيت وبرضو نوصلهم بالبطاريات في الغابة بقى صارة بيتفوق وبيتلاقي نفسها جوه الخيمة وبويت بيتطمن عليها وبيقولها انه اخد ازازة من الازايز وان الورقة اللي جواها مكتوب فيها 1864 فبتقوله انهم غلطوا لما جوم هنا وبتعرفوا انها سمعت صوت في دماغها بس كان مختلف المرة دي صوت واحدة وكانت بتصرخ وبتقولنا اننا ما كناش المفروض نيجي وان في حاجات تانية اسوأ من الوحوش وبتقوله ان الصوت اللي كان في دماغها قالت لها اقول لسيد سمكة وخبز اني كنت غلطانة فبيتصدم بويته دلع انهم كانوا مسمينه في الجيش بسيد سمكة وخبز وما فيش اي حد يعرف بموضوع سيد ده غير مراته ابي وابنه قلس وبما اني صارة قالت له ان الصوت اللي سمعته كان صوت واحدة ست فبيشق على طول اني روح مراته توصلت مع صارة لكن فجأ بيسمعوا صوت برا والخيمة بتتهزي بهم كتير وكان في حد بيزقهم من برا وبعدها بيشوفوا دق عالي والخيمة بتثبت في مكانها وكانوا مرعوبين ومش فاهمين اللي بيحصل لحد ما النهار بيطلعوا برا الخيمة وبيلاقوا نفسهم في مكان فيه خيوط عناكب كتير جدا وبيتخاف صارة وبتقوله انهم لازم يرجعوا قال لها انا اصلا معرفش احنا بقينا فين عشان نرجع اساسا وبيكمل قدامه وبيفضل ماشي لحد ما بيسمع صوت واحدة بتصرخ وبيجري بسرعة ناحية الصوت وبيشوف ابي مراته وطبعا من غير تفكير بيدخل عشان ينقذها لكن فجأة بتمسك ايده وبتتحول وبيعافر بويد لحد ما بيقدر يهرب لكن بيلاقي جسمه كله عناكب وبيقلع هدومه وبيفضل يشيلهم من على جسمه ولما سألته صارة شفت ايه جوه مرضىش يقولها واهل الكارية يا عزيزي كانوا متعاونين مع بعض وبيجمعوا في اسلاك وفي الوقت ده كيرستي بتعترف لكيني انها معجبة بيه وطبعا كيني من اول المسلسل وهو هيموت عليها وبيريل ويتابي بيتروح لصاحب الحانة وبتطلب منه فاس وبيفتح لها مخزن صغير عشان تختار اللي هي عايزة فبتسأله انت ليه مش بتساعد الناس في بونة بورج بتاع الاشارة ده حج بيستهزاء وقال لها انا مش غاوي تعب كده كده اي حد بيفكر يعمل حاجة ترجعنا البيت بينتهي بيه الحال وهو عندي في الحانة فانا هقعد في مكاني وهستنيهم اما قلس بيسيب كل حاجة وبياخد حبيبته على برا وبيفضل بقى يقول لها انت شمسي وانت ضلي والحلم اللي فضلي وكلام يعني مش وقته خالص فهنسيبهم يحبوا في بعض ونشوف المهم بيت كان بدأ يتعب ويتعصب وفيدل يشتم على صارة وعلى المخرج وقال لها انه مش هيتحرك من مكانه فبيتقول له صارة انه لو ما تحركش دلوقتي مش هيشوف ابنه تاني وبتفضل تشجعه بالكلام وبتاخده وبيتكمل الطريق واهل القرية كانوا تعاونه وجمعه اسلاك كتير وقدروا يرفعوا برج الاشارة اللي بنوا فوق البيت وبيفرحوا كلهم انهم عملوا اول خطوة وبيقول لهم جيم انه هيعد لحد ثلاثة وهم يشغلوا الانوار بسرعة وفعلا ده بيحصل والمفاجأة بقى انهم بيلاقوا شارة وكلهم بيفرحوا بانجازهم وتابي بيتقول لجيم انها فخورة بيه وبتقول له I love you وهو بيقول لها I love you too والامور بتصلح ما بينهم والدنيا بتبقى جميلة ويشتصى بحلفل وبتسيبهم تابي وبترجع البيت وهم بيتفاجئوا بغيوم كتير قدامهم وبيعرفوا ان في عاصفة جاية في السكة وبيكرروا يخلصوا اللي بيعملوا بسرعة وبيفضل جيم يحاولوا بيرسل رسالة استغازة كتير بس دونة بتقول له ايدخل ابنه عشان العاصفة بتقرب وبيدخل قسان ودونة بتقف جنب جيم وفاجأة بيسمع حد بيرد عليه وبيفرح جيم وبيقول له انه مش عارف هم فين وبيطلب المساعدة لكن اللي بيكلمه ده بقى يا عزيزي بيقول له مش انت جيم برضو قال له ايوة فبيقول له ان الحفرة اللي مراته عملتها دي ما كانش المفروض تعملها فبيتصدم جيم وبيجري على البيت والانوار اللي جوه البيت كلها بتضرب وبتقفل ويتابي بيتلاقي الارض بتتشاق تحتها وبتنهار وبتقع تحته بتلاقي فيكتور في الحفرة وبيقول لها ان الولد الصغير قال انك هتيجي وبيقول لها ان المكان مش امان ولازم يتحركوا بسرعة وبيوصل جيم وما بيلاقيش تابي وبيتفاجئ بالحفرة الكبيرة اللي عملتها اما بويد وصارة بيفضلوا ماشيين والمطرة كانت بتمطر عليهم وبيشوفوا قدامهم منارة وبيستغربوا لما بيشوفوها وبيكملوا طريقهم لحد ما بويد بيقعوا وما بيقدرش يكمل لكن سارة بتشوف الولد قدامها وبيندح عليها وبيشولها على الشجرة وبيقولها ان دا المكان الوحيد الامان ليهم وبتاخدوا سارة بسرعة وبتدخلوا جوه الشجرة وبيلاقي نفسه في مكان دي جدا والصدمة بقى يا عزيزي ان بيخلص الجزء الاول على كده لايك بقى الجميل يا عزيزي وتقول لي راية في كومنت ولو حابين نعمل الجزء التاني بمناسبة ان التالت قرب ينزل يارب برضو تعرفونا في كومنت واشوفكم الفيلم الجاي